النادي الأهلي فاز مبارح على بيرامدس بنتيجة 3-2 في المباراة لجماعتهم ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز اللي كانت بتعتبر من أهم مباريات الموسم بالنسبة للنادي الأهلي الفريقين قدموا مباراة كبيرة مبارح هنتعرف على تفاصيلها والتحديل الفني للمباراة من ضفن الكابتن أحمد مصطفى المحلل الرياضي سواح الفل صباح الفل عليكم وأهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي صباح خلا مصر المباراة كانت حلوة مبارح والناس وهي قاعدة بتتفرق في البيت كانت مبسوطة والناس الكسف الملعب برضو مبسوطة برغم أن الجمهور البيرامدس كان بيشجع لكن الأهلي مبارح قدر يوقف سلسلة انتصارات متتالية لبيرامدس ونقدر نقول أن كان السجل الفاضي خالص وجاء الأهلي يوقف النتيجة دي لا هو الفكرة كلها أن دائما شخصية البطل بتتحكم في المباراة الكبيرة وده اللي ظهر مبارح أن بالرغم من قوة برامدس والا 14 فوز متتالية زي ما أنت قلت يا مينا فعلا شفنا شخصية الأهلي بتظهر في التوقيت اللي دائما جمهورة الأهلي محتاجها أو دائما في وقت البطلات تلاقي دائما لعبة الأهلي بتظهر وده اللي حصل برامدس مبارح كان بيقدم مباراة كبيرة وكان متقدم بهدفين مقابل هدف لكن هذا الأهلي ظهر في الوقت المناسب وبدأت شخصيته تظهر ودائما بقول في مباراة الكبيرة اللي عنده إصرار دائما أكتر في الفوز هو دائما اللي بيحقق المكسب وده مهم جدا وبشوف أن فريق برامدس أو المواجهة بتاعت أمس أعتقد هي كانت مواجهة تلاقي بأعتقد أتنين بينفسوا على لقب الدوري برامدس هو بالفعل المنافس الحقيقي لنادي الأهلي الموسم ده بيقدم موسم استثنائي موسم مختلف موسم كبير جدا 14 فوز متتالي بيقدم أداء كبير جدا لكن النادي الأهلي دائما عنده إصرار أكتر على الفوز عنده تاتش الأهلي تاتش الأهلي وكمان النادي الأهلي أو بقول دائما الفرق الكبيرة سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك بيستحملوا الضغوطات وده أهم حاجة في كرة القضاء فريق برامدس دائما بتلاقي بيوصل للمرحلة النهائية وتلاقي بيقف لفت الأنظار كابتن أحمد فريق برامدس 14 انتصار متتالي طبعا بيطمح أنه الأول مرة في تاريخه يحصل على اللقب أغلب المحللين شايفين أنه أداءه من أول البطولة أداء مبهر جدا فيما تعلق بالجانب الدفاعي يعني إحنا لو تكلمنا عن قوة الدفاع عن بيرامدس فيه دفاع قوي جدا أمام طبعا قوة الهجوم بالنسبة لنادي الأهلي فنيا شفت الماتش ده إزاي وفنيات بيرامدس اللي لعب بيها مبارح قدام الأهلي وإصراره أنه عايز يعني لسه فيه مباراة كمان بينهم فإنه هو عايز برضو يحصل أو يحصل على اللقب لأول مرة في تاريخه مبارح بيرامدس كان عايز يخرج بنتيجة إيجابية لكن أعتقد أنه كان الهدف الأساسي بالنسبة لرجيتش مدرب الكرواتي المكسب وده كان ظهر جدا في بداية وفي اللقاء بطبعا بأنه هو أبقى على واحد من أهم اللعيب بفريق بيرامدس محمد الشيبي عالي كتب دلاء وده كان بالنسبة لكل الجماهير تفرج عن مباراة لغز كبير جدا لأن الشيبي أكتر لاعب في فريق بيرامدس صناعاتنا للفرص عمل موسم كبير جدا اللي يبقى عليه في دكة بودراء يخلى فريق بيرامدس يدخل لمباراة متأخر وده خلى نادي الأهلي يقدر يسجل هدف فول مباراة وكان ممكن يسجل أكتر من هدف لكن التعادل جيف في الوقت الملاسب بفريق بيرامدس لكن طبعا إصرار لعبة نادي الأهلي وكلر لازم ياخد حقه لأن كلر نجح نجح في أنه هو يخلي قوام النادي الأهلي كله أساسي وده ظهر جدا أنه في الوقت اللي بيغيب فيه واحد من أهم اللاعبين عمر السلية اللي متقلق في آخر مباراتين بيغيب للإصابة أنت ما حسيتش بغياب عمر السلية بنشوف أن النادي الأهلي قدر يكسب مهاجم قوي جدا 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 واسمه وسام أبو علي وسام أبو علي برغم أنه أحرص هدفين وبيحرص ده الهدف العاشر ليه في متميز جدا في 11 مباراة حقيقة وده يبين أنه قدام مهاجم كبير جدا النادي الأهلي نجح فيه أنه هو يتعاقد مع مهاجم هيبقى مكسب كبير جدا واضافة كبيرة جدا للمواسم القادمة فكولر بدأ يتعامل مع المباراة بهدوء كبير جدا وده ظهر في مباراة أمس أن النادي الأهلي كان بيلعب بهدوء كولر فضل يحافظ على التوازن للفريق لوقت تقريبا قبل نزول محمد مجد أفشا وبشوف أن أفشا واحد من أهم الحلول اللي موجودة في النادي الأهلي وبشوف أن محمد مجد أفشا دائما أنا بشوف أنه هو رجل المباراة الكبيرة رجل المباراة الكبيرة هو بيادر يعمل فارق أنت بتفتح موضوع بقى أنا كنت نوايا سأل حاجة تانية بس أنت لفتحت موضوع كولر بقى كولر لما ينزل أفشا في دقيقة 80 عايز منه إيه وبرغم كده هو عمل وعمل اللي هو عايزه بس إحنا كل مرة بنلاقي كولر بينزل أفشا في آخر دقيقة حصلت بقى مرة السوبر وبرضه أفشا أزبط يعني إحنا برضو نتكلم في النقطة أنه مش عارفة إحنا حنفضل نلعب قصة إمام عشور وأفشا أفشا يعني ليه ما بيغيرش مراكز اللعيبة ممكن جدا اللعيبة بتقدر تتحرك في أكتر المركز ويقدر يستغلهم وبذل ما بقى مبادل ما بينهم وراكن خبرات وناس عندها قدرة أنها تعمل فاينل توتش محترق أتفق معاك منا بس وجهة نظر كولر في المبارات الكبيرة بتختلف يعني تشوف كولر دائما في أغلى مبارات ساعات بيبدأ بقى أفشا وإمام عشور وبيبقى السناية بيعمله طبعا تشكيل أو سناية هجومة مهمة جدا لكن في المبارات الكبيرة هو كولر عنده ميزة مهمة بيحترم المنافس قوي هو احترم نادي برامتس وشوفنا ده برضو في مبارات نادي الزبالك اللي يزل فيها محمد مجد أفشا أحرز هدف وصنع هدف لإمام عشور هو دائما بيخلي أن أفشا وإمام عشور بيحاول خلاص المبارات وسط لوقت معين لازم موجود أفشا أو بمعنى صح وقت المجاسف خلاص أنا عايز أخذ الرزق لوقت معين التوفيق هنا بيحالف طبعا أو بيقول كل مجتهد النصيب بيحالف أفشا أنه هو يبقى سبب في أنه هو يبقى صاحب المكسب لادل أهلي وبيكافئ كولر طبعا على سيناريو سيناريو هو برسمه ودائما بيشوف المداربات الكبيرة أو المداربين الكبار بيرسم سيناريو وبيبقى حاطة أكتر من سيناريو في المباراة السيناريو بالنسبة لكولر بيبقى حطه من قبل الجيم بيبقى قسم المباراة لكذا وقته وأعتقد الوقت الذي يتكلم عليه منه أنه هو دائما بنزل أفشا فيه هو ده بيبقى خلاص حطه من قبل الجيم ده مش مطقي لو أنا عندي ثقة كبيرة جدا في لاعب وعارف أنه هو يقدر يعمل ليه دائما أنزله في الزنقات دائما ما ابتديش بيه حاخد إيه من لاعب في عشر دقايق طيب طبعا صح كلامك صح لكن هو لو بدأ به هو بالنسبة له بردو بيلاعب نفس قوي فريق بيرمتس يعني فريق احنا شفنا آخر مباراة بيكسب تحادس كنديري أربعة فيستو الميل هدف الدوري في مصر 14 هدف فاخر اللقاي ووليد الكارتي نتكلم في سكوات قوي جدا ومهم جدا قوي هجوميا كمان كابتن وقوي دفاعيا كمان دفاع بيرمتس من أقوى الدفاعات الموجودة في الدوري لغاية دلوقتي وده شفناه في المباراة اللي فاتت كلها طيب تغييرات كولر دايما بفاجئنا بالتغييرات في آخر لحظة يعني زي ما عمل مع أفشا ودايما هو ده نقدر نهجة كولر شوية التغييرات المتأخرة بالنسبة بقى البرمتس ويوريشيتش اللي هو المدرب الكرواتي شفت تغييراته عاملة إزاي وشفت كمان إدارته للمباراة واحترامه لخص مقوي زي الأهل إزاي أنا بشوف أن ريشيتش مبرح يعني كان ممكن يخرج من نتيجة إجابية أكتر من كده هو أخطأ بعدم البدء بمحمد الشيبي لأن بشوف أن محمد الشيبي أكتر لعب في فريق بيرمتس وفي الدوري المصر صنعاتها للفرص العدم البدء به لأي أن كان الأسباب بالنسبة له أو المشكلة الأساسية بالنسبة له والعدم البدء بشيبي برضو مش مفهومة وكمان بشوف أن هو اتأخر في التغييرات وما كانش عنده إصرار أكتر على الفوز فأتعامل مع مباراة بأنه هو عايز يحقق منها تيجة كباية يعني يخرج بالتعادل بالنسبة له ده مناد الأهلي هو متصدر الدوري بفارق 8 نقط فبالنسبة له أنه يتوقع ده اللي ممكن يتعصف في برات القادمة لسه معه مباراة تانية مع ناد الأهلي كل ده حسابات كانت في أفكاره لكن بشوف أنه هو لو كان بدأ بمحمد الشيبي كان هيصعب الأمورة مع ناد الأهلي دليل أن الشيبي نزل هو اللي عمل الهدف الثاني يعني الشيبي هو اللي نزل عمل الهدف الثاني وكمان الشيبي بالنسبة له اللعيب دفاعيا وهجوميا مهم جدا 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 فتعامله مع مباراة أمس مباراة كنت شاف أنه رجلتش أخطأ في بعض النقاط وكمان في تغييراته كان برطة تغييراته بتميل للدفاع ما كانش بتميل للهجوم ما كانش عنده الرغبة الكبيرة جدا في أنه هو ينزل اللعيبة برغم أنه كان عمر ألحام لي نزله متأخر جدا وكان محتفظ ببعض الأوراق وطبعا كان في بعض الغيبات برضو مؤثرة لكن هو بيقدر يكسب في الفترة الأخيرة من غيرهم سواء برهيم عادل أو حتى رمضان صبح بس مش بيكسب قدامي الأهلي طبعا وده الهزة برغم أن الفريق لعب حلو جدا مباراة لكن كنا ملاحظين برغم برضو أنه في فترات كده كنت تلاقيه فارد أسلوبه في اللعب بيرامد ولكن كان فيه هزة في اللعبة احنا كنا شايفينها مباراة يمكن هما كانوا خايفين يمسكوك وخايفين يهجمو يعني ده تشبيه فعلا مثالي جدا من أن فريق بيرامدس مباراة تحس أنه هو أمام جميع الناد الأهلي وأمام الضغط اللي بدأ يظهر به أن الناد الأهلي بدأ يضغط عليه بالفوز المتتالي الناد الأهلي برضو محقق 12 فوز متتالي بالمباراة إن بارح بقى 13 فوز متتالي فالناد الأهلي ونادي الزمالك الأندية الكبيرة الأندية الجمهورية دايما بتقدر تعمل الضغط الكبير وتقدر تستحمل الضغطات فريق بيرامدس ممكن يكون مع المقاومات اللي تقدر تساعده على المجاعة يلعب خلو قوي بعدين يفتكر إنه قدام الأهلي فيتهز بعدين يرجع يلعب تاني بعدين يفتكر إنه قدام الأهلي فيه يعطى هو دايما لازم تصدق نفسك طول ما أنت مصدق أن أنت بطل هتبقى بطل لكن بيرامدس دايما بيشوف نفسه إنه هو يعني بيجي فعلا في وقته معين هو مش مصدق حتى لعيبة بيرامدس كان بتحرس لهذا فتحس إنه برضو مش مصدقة إنه كذبان الأهلي فده في حد زيته برضو بالنسبة للعيمة لازم يصدقوا الحتة ديو دي مهمة جدا الأهلي قدامه ماتش كمان مع مودرن فيوتشو وبعد كده ماتش معه البيرامدس مرة تاني طيب الحسابات هنا يعني حسابات الأهلي طبعا الأهلي كده يعني ممكن يتقدم ولا لا في مباراة مؤجلة هل حسابات كولر ويروشيتش هتختلف في اللقاء اللي حيجمعهم بعد عشر تيام شايف الدنيا ماشيز زي ما بينه لا الحسابات لا نادي قالي بالنسبة لك كل مباراة اللي جاية كل مباراة كووس هو حتى كولر قال كده في المتابل الصحفي قال لك بما فيه مباراة بيرامدس اللي عمها مبارح وانتصر فيها وقال لك دي اللي عايز ياخد الدوري يكسب كل مباراة هو مودرن فيوتشوز كمان مزبوط فقد عنده ديو مباراة مودرن فيوتشوز عنده مباراة في الكاس كمان مع نادي الألمونيوم غض نزع مباراة الكاس طبعا لكن هو بالنسبة للمباراة مودرن فيوتشوز مهمة جدا ان انت لو مكسبت مودرن فيوتشوز مش هيبولك انك عملت حاجة كانك ولا استفدت بمكسب نادي بيرامدس طبعا الفوز على بيرامدس مباراة بستة نقط ده المنافس المباشر لك ومنافس الحقيقي لك فانت بتحاول تقلل فري الأهداف وفي نفس وقت طبع فري النقط وفي نفس وقت انت بتقرب منه من الكمة فمباراة العودة اعتقد الاختلافات هتبقى بصها جدا الشيبي هيبدأ اللقاء من أوله وده طبعا خلاص يعني ظهر في أمس ان الشيبي هو عارف النقطة ودليل انه بعد 25 دقيقة راح عمل تغيير طبعا من زول محمد الشيبي انه ده بالنسبة له كان مهم جدا فالحسابات هتبقى مختلفات كولر بتعمل مع كل مباراة بتطريق مختلفة وده مهم جدا كولر بتعمل مع كل مباراة بتطريق مختلفة واتحد اي حد ممكن يكون بيتفرق على المباراة او بتوقع نادل اهلي لعب مباراة دي ما سواء المباراة مودرن فوتش ومباراة بيرامس يتوقع التشكيلة دالي الحداشر ممكن تقول ست سبع لعبين ده اللي نجح فيه كولر كولر مباراة مثلا محاجك نتوقع نخد عفتح يبدأ بقرية ومحمد دالي عالك تبقى دلاء ده انا اتوقع ان محاجك نتوقعه وده سلكة كولر في كل اللعبين وده مهم جدا كله اساسي عند كله صحي ان انت تبقى قاعد او موجود في الملعب ومتوقع وعندك حسنا ما انت ممكن تلعب ده بيفرق مع اللعيب يعني هو طول الوقت يتمرن بما يرضي الله عندك احساس طول ما انت عندك احساس كلاعب ان انت هتلعب فبتبقى دايما عندك اسرار كبير جدا وده او ده النجاح الكبير لكولر بالنسبة للأساسي انه هو نجح في انه يخلي كله اساسي وكله جاهز في اي وقت مباراة اللي قبلها عم قادر بيبدأ مباراة دي بيبدأ حسين وبيتقلق حسين وبياخد من افزمتش وبيعمل هدفين بس مبارح في ديئة 80 لقينا اللعيبة كلها بدل لما كتوقف وعملت سخن فجأة لقينا كل اللعيبة قعدت ما هو كولر بيعمل حاجة كده في التغيرات يعني انا كنت في الملعب انا قلت تلاص مفيش حاجة تانية لا لا هو دايما بيعمل روتشن حتى في التغيرات اللعبة العادة ديك تبادلاء ممكن يخلي خمسة يوم يسخنه ويعوده تاني وخلي خمسة يوم يسخنه ويعوده تاني هو دايما بيعمل كده وتلاقي مرة واحدة نزل اتنين غير اللي هو كان بيسخنه هو دايما كولر عنده حسابات تانية ومحاجة كانت توقع ان ديانج يبدأ مبارح او ينزل يعني يبدأ في التغيرات فديانج نزل مبارح وكمان في كلام كتين ديانج أصلا هيرحل في الفترة القادمة فديانج نزل وديانج برضو قدم في الفترة نزل فيها كان مقدم اداة كويس افشا بينزل كالعادة بيتقلق وبيبقى سبب في فوزنة الاهلي فكل دي اعتقد بتخلي كلها دايما عنده مميزات واوراق مهمة جدا هو بيقدر يعمل روتشن بيستخدمه استخدم امثل بيذاكر المنافس كويس جدا بيقدر يعرف امتى يستخدم افشا يستخدم امام يستخدمهم الاتنين مع بعض عمر السلية فوقت كتيرة جدا كان بيبقى بديل غياب عمر السلية اثر شوية على الماتش مبارح لا مش هادر اقول ان عمر السلية واحد من اهم العبين المهمين جدا هكون موجود في ماتش اللي جاي العودة هبقى موجود في ماتش جاي انه جاله شد وكمان عمر كمال جاله نزل برد قبل المباراة وطبعا غيابه برضو مهم جدا لكن كلر بقى ده اللي نجح فيه انه هو خلي اي لعب يغيب انت ما بتحسش بغيابه في البديل في البديل اللي ممكن زي ما قوله كده يسد مكان مظبوط وكمان كلر عامل حاجة حلو هل حد اخذ بالو ان الناد الاهلي بقاله اكتر من خمس مباراة موجود معك في الاسكواد مهاجم واحد هو وسام أبو علي دي بقى الوقت عايزين نتكلم فيه مهم جدا ده مش خطر قوي خطر جدا جدا واعتقد ما فيش فريق في العالم الممكن يبع عنده النقطة دي طبعا انت ممكن في مباراة بتلعب المباراة تتقزم فتطر تنزل المهاجم تاني او المهاجم اللي عندك ممكن يتصار بقى متخيل انه ممكن يتنزل لا هو مفيش حد بس هو بيعمل ايه بقى بيعمل حاجة كده تركاية في الملعب ودي حصلت في مباراة الجيش المباراة تنزل وكمان حصلت انباراة بيخلي لاعب موجود في الملعب بيتحول لمهاجم تاني ده اللي بنقوله ان احنا نعرف نحرك اللعيبة من مكان ل مكان بتخلي اللعب التاني مهاجم واهمي اي مدافع مش بيواخد بانه ان ده مهاجم انه هو بيجي جاي من خلفه ولعب رقم 8 ود المحصل مع عملي السورياء في مباراة الجيش جه من لعب رقم 8 احرز هدفين نادي الاهي كيسر في مباراة الجيش بعمل السورياء اللي كان يستخدمه مباراة العرقم 8 لمهاجم تاني بيبقى داخل الصندوق وده مهم جدا الهدف الاول لو احنا جيبنا الهدف الاول لنادي الاهي احرزه اسامة ابو علي والعردان حسين الشحىات مين اللي كان موجود مهاجم اصلا اول و بعد كده مهاجم التاني طهر محمد طهر. طهر محمد طهر دخل داخل الصندوق. اخباره ايه كان امبارح. طهر كان اخباره ايه كان كويس. طهر بقاله اكتر من اربع مبارات بيقدم اداء كويس جدا. بيقدم اداء كويس جدا. وبنشوف ان هو طهر عنده مكانات كبيرة. فنيا وعنده بدنيا مجود كبير. وطهر من اسباب البدء بيامبارح. وكلر اعتقد بيجهزه بقاله فترة. انه قوة فريق برمس دائما في الازهرة. فهو كان عايز يؤمن على الحتة الهجومية الفريق برمس. فطهر دفاعيا كويس جدا. فعشان كده هو بدأ بطهر. وبشوف انه هو من وقت مباراة الجيش بيقدم اداء كبير جدا. اخيرا توقعات حضرتك كابتن احمد. ليه المطشين اللي جايين. الاهلي مودرن فيوتشر. ومطش العودة ما بين الاهلي وبرمس. توقعات الاد الاهلي هيقدر يعني يكسب مباراة مودرن فيوتشر. وبشوف ان الاد الاهلي الفوز امس على فريق برمس هيهز سكت برمس اكتر بعد ما كانوا متصدرين. وده هنا تبين شخصية البطل او شخصية الفرق الكبيرة. اللي ما زلت بقول ان برمس يفتقد عنده كل المقامات لكن دائما يفتقد شخصية البطل. وده مهمة جدا وبتميز فرقة كبيرة جدا عالمية بتشوف ريال مدريد. فيوقات كده الناس كده جدا بتقول ان باريس سان جرمان وبتقول اندية كبرى كبيرة جدا تتوقع انها تاخد بطولة اوروبا. وانها في الاخر ريال مدريد هو اللي بيحقق البطولة. لانه هما دائما عندهم شخصية البطل وهي موجودة في الناد الاهلي. وبتخليهم في المواجهات الحاسمة هما اللي بتفوقوا دايما وده اللي مميز ذات الاهلي عن اي نادي تاني. كل شكرا لك يا كابتن احمد مصطفى المحل الرياضي دايما بتمتعنا كده وبتنورنا وتشرفنا في الصباح الخير يا مصر وتنورتنا. بنوركم طبعا كنت تبسوك جدا ان كنت معاكم والكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. بنسعاد بوجودك دايما يا كابتن.